من يعرف الإبن؟ قال يسوع إن أراد الإبن أن يعلن لك هذا إعلان خاص لأنه لا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح تؤمنون إني أنا هو أنا من البدء ما أكلمكم أيضا به أي أنا يهو منذ الأزل أنا هو الذي أكلمكم الآن أنا من كلمكم من البداية وأكلمكم الآن من خلال التجسد هذه تتميم للنبوات لم يتكلم من البدء في الخفاء منذ وجود الرب وأنا هناك والآن السيد الرب يهو أرسلني وروحه المتكلم قدوس إسرائيل المسيح وحده الذي كان في السماء ليس مجرد نبي ولا مجرد معلم أو رسول هو الرب أحبائي ونزل إلى العالم وحل بيننا إلي وأخ نوخ الرب نقلهم لم يمضوا إلى السماء بل نقلهم إلى هناك ولكن يسوع صعد ونزل وهكذا سيأتي ثانية لا يوجد أي كائن بشر فيه في كل الكون اللي جاء حضوره بالكامل بصفة الله موجود في كل مكان في آن واحد كلي الحضور حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة بتتكلم عن طبعا الحكم والغفران حسب متة 18 ولكن برضو الرب موجود أحبائي في الختام إن حلول الله في جسد المسيح هو أن طبيعة اللهوت قد اتحدت بالناسوت بغير اختلاط أو امتزاج بينهما وبغير تغيير فلم يصبح اللهوت ناسوتا ولا الناسوت لهوتا فاللهوت بقي لهوت والناسوت بقي الناسوت وهذا ما يميز ولادة يسوع المسيح له كل المجد ألا تتبعه ألا تؤمن به ألا تريد أن تتعرف به وعليه لتحصل الحياة الأبدية آمن بالرب يسوع وتحصل على الحياة ترجمة نانسي قنقر